الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فاهمنا أخواني وأخواتي هذا هو الدرس الخامس والثلاثون من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع وأن يجعل هذا من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة لنا كنا قد بدأنا الحديث عن مكروهات الصلاة ومنهياتها وقلنا إن المنهيات في الصلاة على رتب في النهي فمنها ما يكون النهي فيه شديدا جدا فيكون مبطلا من مبطلات الصلاة ومنها ما هو أخف من ذلك فيكون محرما ومنها ما هو أخف من ذلك فيكون مكروها هناك درجات درجات في النهي كما أنه ثمة درجات في الأمر والطلب ذكرنا في الأمر والطلب في درس سابق أن الطلب قد يكون سنة وسنة مؤكدة وقد يكون واجبا وقد يكون شرطا وركنا إلى غير ذلك ومن المهم لطالب العلم وطالبة العلم دائما أن يعرفوا رتب الأمر والنهي أن يعرفوا رتب الأمر والنهي لأن هذا يفيدهم في بيان صحة الصلاة ومطلانها وإن كان وهذه قضية من المهمة التنبيهي لها وإن كان من الناحية العملية التطبيقية الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا وأخواتنا جميعا أن الإنسان لا ينبغي له أن يستفسر عن رتب النهي لأجل قضية الانتهاء الإنسان ينتهي سواء كان هذا الأمر مكروها أم محرما أم مبطلا يعني لا يحتاج أن يقول والله هل هذا الأمر محرم هل هو مبطل للصلاة أهل هو لا خلاص ما دام لهي عنه يكف عنه سواء كان مكروها أم محرما أم مبطلا للصلاة لاحظتم ما دام هذا الأمر مأمور به فإنه يفعله سواء كان سنة أو واجب أو غير ذلك يعني هذا ينبغي للمسلم أن يستشعر دائما في فعله وتطبيقه وعمله أنه لا يتمحل في البحث والله هو واجب أو شرط أم هل هذا الأمر محرم أم مكروه لا الإنسان يجب عليه أن يكون عنده حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره والانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمحل في تحقيق بحث هذه الأمور طيب هذا من ناحية فعل الإنسان في نفسه وحرص على اتباع السنة والانتهاء والانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طيب لماذا إذا ندرس والله المكروهات والمحرمات والمبطلات وندرس في رتب الوجوب ندرس الشروط والأركان والواجبات لماذا لماذا نحقق البحث فيها هل هو أمر وجوب أو ليس أمر وجوب لماذا نقول حتى يتبين لنا في الأحوال الخاصة التي مثلا احتاج الإنسان فيها لارتكاب هذا النهي احتاج الإنسان فيها لترك المأمور هذا أو في حال النسياني والسهو أو في حال مثلا تركه جهلا أو عمدا ينبغي لنا أن نعرف مدى صحة الصلاة من بطلانها كيف نعرف هذا؟ بالتمييز بين درجات الأمر والتمييز بين درجات النهي إذن هناك زاويتان للنظر زاوية فقهية نحتاج فيها للتمييز بحيث أن الإنسان ترك مثلا السواك قبل الصلاة تقول والله صلاتك باطلة لا مهو صحيح يحتاج أنك تمييز هذا مأمور به ولكن أمر غير جازم مطلوب وحث عليه ونعذب عليه طيب لو أن الإنسان مثلا فرق عصادع وصلاة تقول الله صلاتك باطلة لا خطأ هذا يحتاج الإنسان للتمييز عند الإفتاء عند النظر في صحة الصلاة في طلب الإعادة يحتاج الإنسان إلى التمييز بين هذه الرتب هذه الزاوية الأولى الزاوية الفقهية فلنصطلح على تسميتها بالزاوية الفقهية هناك زاوية أخرى وهي الزاوية السلوكية التعبدية ينبغي للإنسان عند سلوكه وتعبده أن لا يغرق في هذه النواحي إلى درجة تجعله يفرط في ارتكاب المكروهات بزعم أنها مكروهة فقط وأنها ليست محرمة أو يفرط في ترك المندوبات والسنن المأمورات بزعم أنها فقط مندوبات وأنها ليست واجبة نقول هذا تفريط ينبغي للإنسان من ناحية السلوكية العبادية في نفسه أن يحرص أن يحرص أتم الحرص وأبلغ الحرص على تكميل صلاته وطمأنينته وخشوعه وإقامة الصلاة أتم إقامة وأن لا يفرط في شيء من المندوبات أو يفرط بفعل شيء من المكروهات طيب هذا فقط تنبيه ننبه إليه قبل دراستنا الدراسة الفقهية لأن حينا الإنسان إذا أغرق في هذه الدراسة الفقهية تؤثر عليه من ناحية السلوكية والتعبدية فتجد أنه يفرط في هذا الإنسان لا إنسان يحتاج أن يوازن أن يوازن فيقوم في نفسه بأتم العبادة والسلوك وإذا جاء يعلم غيره أو يفتي غيره أو يؤدب غيره يعني يصحح صلاته أو يبطل صلاته إذن يراعي الأمور الواجبة والسروط وأركان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلواته الله وسلم كانت أتم الصلاة في القيام والركون والسجود في القراءة وكانت صلاته إذا انفرد في بيته في قيام الليل أتم وأتم وأكمل لكن لاحظوا هذا المقام الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومقام تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته دله وعلمه على الأمر الذي أخطأ فيه والذي قصر فيه ودله على الواجب على القدر الحد الأدنى الذي تصحح بصلاته وأن هذا القدر الذي صلى بهذا الشكل أنها صلاة باطلة قال إنك لم تصلي صلي فإنك لم تصلي لماذا؟ لأنه انتقص الطمأنينة فلم يستتم قائماً أو لم يستتم راكعاً أو ساجد إذا لاحظوا هناك مقام فتية وصار هناك مقام تطبيق وتعليم للإنسان في نفسه طيب كنا قد تحدثنا عن المكروهات والمنهيات ومقام المبطلات واستفتحنا الحديث عن مكروهات الصلاة وقلنا إن الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم والتشبه بالحيوان ذكر في مقام الذنب ونهي العبد المسلم عن التشبه بالحيوان في بعض هيئاته في الصلاة وقد جاءت عدة أحاديث بالنهي عن بعض الهيئات في الصلاة فمن ذلك مثلا الالتفات جاء في الحديث النهي عن الالتفات كالتفات الثعلب الثعلب يلتفت برأسه التفات الثعلب وقد ذكرنا أن الالتفات مكروه مكروهات الصلاة إلا إذا كان الإنسان احتاج إليه احتاج إلى أنه يجوز وتزول الكراه وأما إذا لم يحتاج إليه فإنه لا شك أن هذا اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العبد وانتقاص ينتقصه من صلاة طيب هذا نهي عن هيئة من هيئات الحيوان اللي هو الالتفات كالتفات الثعلب يلتفت برأسه يمنة ويسرة طيب كذلك نهي عن افتراش الذراعين في السجود أو بسطهما كبسط الكلب ولا يبسط أحدكم ذراعيه كامبساط الكلب ما هي صفة بسط الذراعين كامبساط الكلب؟ قلنا أنه يلصق مرفقه ويده بالأرض هذا صفة افتراش المذموم المنهي عنه افتراش الذراعين لاحظوا أن هذا وبالفعل الإنسان إذا بسط ذراعي بهذا الشكل صار أشبه بهيئة الكلب الذي يبسط ذراعيه كذلك من الهيئات المنهي عنها في الصلاة شبيهة بالكلب إقعاء كإقعاء الكلب وقد ذكرنا هذه الهيئة سابقا في هيئات الجلوس ذكرنا لهذه من الهيئات المنهي عنها وذكرنا أن الهيئة المشروعة في الجلوس هي هيئة الافتراش هيئات الافتراش وهيئة التوره وقد ذكرнитеها سابقا لكن ما هي صفة الإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب؟ أن النسان يجلس على اليتيه وينصب أمامه فخذيه وساقيه بحيث أن تكون ركبة موازية لكتفه وهذه الجلسة إذا ضم يده تصير هذه جلسة احتباء حبوة هذه إذا ضم يده على ساقي لكن إذا لم يضم يده هذه جلسة إقعاء هذه جلسة إقعاء أن الإنسان يجلس على اليتيه وينصب أمامه فخذيه وساقيه هذا كذلك من الجلسات المنهي عنها لاحظوا قال كإقعاء الكلب هذا ثالث تشبه بالحيوان هناك تشبه رابع نقرة كنقرة الغراب أو نقرة كنقرة الديك نقرة الغراب ما هي أو نقرة الديك هي النقرة التي يلقط بها حبة الطعام من الأرض ما المراد بهذا النهي نهي الإنسان أنه يركع أو يسجد أو يقوم دون طمأنينة واستقرار دون طمأنينة واستقرار في واقع الأمر لاحظوا أنه هذه النقرة بهذا الشكل الإنسان ولا يطمئن يلمس الأرض ويرجع وإن هذا مبطل للصلاة لأنه فاته شرط الطمأنينة جاء في حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة أو حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إذن هذا طمأنينة هذا ركن من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي وهذا دلنا على بطلان الصلاة التي تكون فيها هيئة الركوع والسجود كنقر الغراب كنقر الغراب لاحظوا أن هذا النهي نهي عن النقر يعني يصلح أن ننقله إلى المبطلات يصلح أن ننقله إلى المبطلات بخلاف مثلا الافتراش هذا من المكروهات لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلام طيب هذه الهيئة الرابعة هناك هيئة خامسة كذلك وهي توطن البعير الإنسان يتوطن في المسجد مكانا واحدا لا يغيره أبدا في صلاواته التي يصليها هذا كذلك جاء النهي عنه وهذا يدل على مشروعية أن الإنسان يشرع له دائما القرب من الإمام وإذا جاء أنه لا يحجز مكان مثلا في المسجد يعرف أن هذا المكان هو مكان فلان ويصبح لا أحد يجلس فيه إلا هذا الشخص أو أن الإنسان سواء جاء متأخر أو جاء مبكر فإنه يجلس في هذا المكان المحجوز له لا الإنسان يجلس حيث انتهى به الصف حيث انتهى به المجلس طيب ورفع الأيدي ورفع الأيدي في التسليم وجاء في الحديث تشبيهها بأذناب خيل بأذناب خيل كيف صفة رفع الأيدي ربما قد فعله الصحابة مرة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي أنهم لما سلموا في الصلاة يمينا رفعوا أيديهم في هذا التسليم رفعوا أيديهم في هذا التسليم فنهاهم بنفس السلم ومرهم بوضع أيديهم على أفخاذهم أو ركبهم توضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو الركبة اليمنى وتوضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى والركبة اليسرى ويسلم الإنسان فقط برأسه يلتفت برأسه دون أن يرفع يده دون أن يرفع يده إذن كم صار عندنا الآن هيئة منهية عنها هيئة قلنا صار عندنا هيئة التفات كالتفات الثعلة وإقعاء كإقعاء الكلب و افتراش كافتراش الكلب أو افتراش السبع و نقرة كنقرة الغراب أو الديك وتوطن كتوطن البعير هذه ورفع الأيدي ورفع الأيدي كأذناب الخيل عند التسليم هذه ست هيئات هناك هيئة سابعة وإن كان الحديث فيه مقال اللي هو نهي عن بروك كبروك البعير كبروك البعير البعير إذا جاء يبرك فإنه تخيل البعير وهو قائم إذا جاء يبرك فإنه ينزل على مقدمه ينزل على مقدمه أولا ثم بعد ذلك تنزل مؤخرته فهذا النهي عن البروك كبروك البعير والله تعالى من صفته أن الإنسان إذا جاء ينزل في السجود ينزل بيديه ينزل بيديه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يضع ركبتيه في الأرض يضع ركبتيه التي في قدمه يضعها في الأرض هذا النهي عن بروك كبروك البعير يعني الهيئة هيئة النزول في السجود تكون المنهي عنها الهيئة المنهي عنها أنه تكون كبروك كبروك البعير ببعن أنه ينزل على يده أولا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يضع ركبته هذه الهيئة انثبت الحديث هو حديث به هرية رضي الله تعالى انثبتها لأن فيه مقال وبعضها العلم يقول إنه مقلوب لأن جاء في بعض الفاضه وليضع يديه قبل ركبته وفي بعض الفاضه وليضع ركبته قبل يديه ولكن بغض النظر عن هذا الخلاف وليضع يديه قبل ركبته أو يضع ركبته قبل يديه نقول إن ثبت الحديث في النهي عن بروك البعير فالظاهر والله تعالى أن صفة بروك البعير تكون بنزول مقدمته أولا بنزول مقدمته أولا وهذا ظاهر الإنسان إذا نزل على يديه أولا فإنه يكون مشابها فإنه يكون مشابها للبعير والله تعالى إذا ثبت هذا إذا ثبت هذا الحديث الهيئة السابعة كما ذكرنا أن فيها كلام هذه ستة هيئات صحيحة والهيئة السابعة المتكلمة فيها وردت في النهي عن التشبه بالحيوان بعض هذه الهيئات شبهت بأكثر من حيوان مثلا نقرة الغراب أو الديك أو الافتراش افتراش الكلب أو السبع فلو أردنا أن نعد الحيوانات هذه لقلنا أنها ربما تكون أكثر من سبع وربما أنها تكون سبع لماذا؟ لأن الكلب مثلا نهي عن افتراش كافتراش الكلب وإقعاء كإقعاء الكلب يعني فيه الكلب نهي عن تشبه فيه بهيئتين من الهيئات البعير نهي عن تشبه فيه بهيئتين التوطن كتوطن البعير والبروك كبروكي البعير إن صح والله تعالى طيب لعلنا نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن منهيات الصلاة ومكروهاتها ولكن بعد هذا الفاصل القصير وضوح الهدف في ذهن المربي واستحضاره له في المواقف اليومية له أهمية قصوى في العملية التربوية فهو أدعى إلى استغلال الأحداث والتعليق عليها بما يرسخ القناعة بالهدف ويعزز مفاهيمه كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث عن منهيات الصلاة من منهيات الصلاة كذلك كف الشعر والثوب في الصلاة وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا مما يعني يسهل فهم هذا الحديث أن العرب سابقا الرجال سابقا كانوا من أعرافهم قديما أنهم كانوا يطيلون شعورهم لذلك كانوا ربما احتاجوا إلى تظفير شعورهم وربما كانت مسدلة كان من عادات العرب وعرافهم سابقا تطويل شعورهم فجاء في هذا الحديث أنهي عن كف هذا الشعر بمعنى أنه يمنع شعره من السجود معه يمنع شعره من السجود معه وذلك بأن يعقصه مثلا يعكفه على الأرأسه أو إذا كان له مثلا له ضفائر مثلا أنه يربط هذه الضفائر بحيث أنها لا تنزل على الأر وإن كان الآن حقيقة من هذه العادة أو العرف عند العرب اليوم تغير فصار أغلب العرب أو العرف الغالب عند العرب في رجالهم هو تقصير شعورهم وعدم تطويله وحقيقة تطويل الشعر له مؤنى وله كلفة يحتاج إلى كلفة ومؤنى لذلك الصحيح الله تعالى لأنه ليس تطويل الشعر يعد من السنن المشروعة النبوية لا وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ما كان معروفا ومشتهرا عند العرب في ذلك الحين فهي يمكن أن يقال أنها جبلة وعادة وليست سنة مشروعة أو سنة نبوية مشروعة يشرع الاقتداء والاعتساء بها والله تعالى لا الشاهد من هذا أنه قال أمرت أن لا أكف شعرا أي إنه مأمور بأن يسجد شعره معه وأن لا يكف شعره عن السجود معه كذلك الثوب كذلك الثوب بعض الناس يكف ثوبه إذا إذا جاء مثلا في حال السجود أو ركوع يضم ثوبه بحيث يجمع ثوبه أو يجمع ثوبه بين ركبتهم مثلا ثم يسجد لا الإنسان ينبغي له أن يرسل ثوبه كذلك بعض الناس يكف كمه مثلا يكف كمه قبل في صلاته قبل سجوده مثلا أو أحيانا يحتاج إلى كف كمه مثلا للوضوء قبل الصلاة سأنتوضى قبل الصلاة فكف الكم فنقول لا ارجع إذا جيت في الصلاة قبل الصلاة رد أكمامك بحيث أنها تسجد معك وأن لا تكفت وأن لا تكفت الثوب إذن ما هي الصفة أن الإنسان يكفت شعره بمعنى أن الإنسان يعقص شعره ومما هو جديد بالذكر أن هذا نهي خاص للرجل وما المرأة فإنه لا تحتاج إلى أنها تحل مثلا ضفائرها مثلا أو أنها تفك ضفائرها وشعرها حتى تسجد لا فالإنسان منهي أنه يمنع أعضاءه سواء كان شعره أو غير ذلك أو ثيابه من السجود معه من السجود معه بل يرسلها حتى تسجد معه والأمر الثاني فيه حكمة أخرى كذلك أن فيه ربما انشغال في الصلاة أن الإنسان يلوم ثوبه ثم بعد ذلك إذا رجع يرسل ثوبه هذا يحصل أحيانا يحصل هذا النهي في الثوب الواسع إذا صلى الإنسان في ثوب واسع أو إذا صلى الإنسان في إزار ورداء في مثل حال المحرمين في الحج والعمرة فتجد أنه ينشغل بإزاره وردائه في ضمها وكفتها في الصلاة هذا في الحقيقة من الأمور المنهي عنها والمكروهة في الصلاة أن الإنسان يكفت شعره وثوبه في الصلاة بل يرسلها ويسدلها ويتركها كما يتسجد معه في حال سجوده كذلك من المنهيات في الصلاة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا أي واضعا يده على خصره واضعا انظروا هذه الهيئة لو أن الإنسان واقف ووضع يده على خصره هذه الوقفة في الصلاة من الأوضاع أو الهيئات المنهي عنها المنهي عنها في الحقيقة كذا تأملنا هذا أنه نجد أنه حكمة ظاهرة وهي أنه ليس من تمام الخشوع والخضوع والذل هذه الوقفة هذه الوقفة ليست وقفة خشوع وخضوع وذل انظر الفرق بين هذه الوقفة أن الإنسان يضم يده اليمنى على اليسرى هذه لا شك فيها نوع خشوع وتذلل إذا خفض رأسه وفيها نوع خشوع وتذلل لكن هذه الوقفة فيها نوع فيها نوع يعني استكبار ومنافية للخشوع والذل لله سبحانه وتعالى لذلك هذا أحد الحكم التي جاءت في أنهي في بياني أنهي عن هذه الوقفة كذلك من الحكم أن هذا والله تعالى أنه قد كان فعل اليهود في صلاتهم أنهم يصلون ويضعون أيديهم على خاصرهم طيب كذلك من المنهيات في الصلاة من المنهيات في الصلاة تغطية الفم تغطية الفم أو تغطية الفم والأنف في الصلاة تغطية الفم والأنف في الصلاة بعض الناس أحيانا يتلثن في الصلاة لغير حاجة طيب إذا كان ثمة حاجة فالظاهر الله تعالى أنه تزول هذه الكراهة تزول هذه الكراهة مثل ماذا الحاجة؟ مثلا مثل إنسان يصلي في البر فجاء غبار شديد مثلا فحتاج الإنسان إلى أن يتلثم لأجل هذا الغبار أن لا يدخل مثلا إلى جوف هذا الغبار أو يتعبه ربما في صدري أو غير ذلك فيتلثم الإنسان لاحظوا دائما المكروهات تزول كراهتها عند الحاجة إذا احتاج الإنسان الحاجة المراد بها ما هو أخف من الضرورة الضرورة ترفع المحرمات الضرورة بمعنى أن الإنسان يحصل له ضرر في جسده أو في نفسه أو في شيء من عضائه أو تلف عظم العضاء هذه ضرورة تبيح المحرمات لذلك يباح أكل الميتة مثلا عند الضرورة طيب أما عند الحاجة فلا تباح هل يجب إنسان يأكل ميتة مثلا إذا كان جائع أو شعر بالجوع نقول لا لا يزول تحريم الميتة بسبب شعورك من جوع إلا إذا كان ثمت الضرر عليك كيف ضرر عليك بمعنى أن لا يوجد لك طعام آخر لا يوجد لك طعام آخر ولو لم تأكل من هذه الميتة فإنك تهلك أو تفسد حياتك فنقول نعم هذه المحرمات تباح لأجل الضرورات طيب المكروهات تزول كراهتها وتباح لأجل الحاجات يعني ما نقول أنه لا تزول الكراهة إلا إذا كان ثمة ضرورة لا إذا كان ثمة ضرورة أو شيء أدنى من الضرورة أو هذه الحاجة أنها تزول مثلا مثل لو أن الإنسان صلى في البر في منطقة غبار مثلا ولم يتلثم ولم يغطي أنفه وفما لا نقول للإنسان سوف هلك وتتلف نفسه هذه ليست الضرورة لاحظتم؟ ليست الضرورة ولكن حاجة إذا الرتبة أخف من الضرورة وهي الحاجة لكن لو كان الإنسان مثلا فرضا أنه مريض في صدره بمرض ما وإذا دخل الغبار إلى جوفه فإنه قد يؤدي إلى مثلا مرض شديد عنده أو يؤدي إلى تلف رئته أو صدره لأي سبب من الأسبب نقول هذه ضرورة لكن إذا كان الإنسان لا يتأذى بالغبار يتأذى بالغبار فوضع هذا اللثام نقول هذه حاجة هذا أخف من الضرورة وهذه الحاجة تبيح المكروه وهو تبيح المحرم تبيح المكروه الحاجة تبيح المكروه والضرورة تبيح المحرم والضرورة تبيح المحرم فلذلك نقول إن من الأشياء المكروهة تغطية الفم والأنف الصلاة اللثام إذا كان لغير حاجة إذا كان لحاجة مثلا مثل غبار أو شيء من هذا فإنه والله تعالى تزول هذه الكراكة كما ذكرنا نحن في الالتفات في سابق في السابق ذكرنا أن الالتفات مكروه طيب إذا كان ثمت حاجة للالتفات مثلا حاجة غزو أو معركة أو حاجة انتباه للصبي أو شيء من هذا فتزول الكراهة لأجل الحاجة طيب هل الضرورة تزيل الكراهة؟ أكيد طبعا تزيل الكراهة لأن الضرورة تزيل التحريم والكراهة مباب أولى طبعا طيب هل الحاجة تزيل التحريم؟ نقول لا الحاجة تزيل المكروه الكراهة ولكن لا تزيل التحريم نحتاج في ارتفاع نحتاج في ارتفاع التحريم إلى ضرورة أو إلى حاجة عامة على تفصيل لعله يذكر إن شاء الله تعالى لاحقا في شيء من قواعد الفقه وأصوله طيب كذلك من الصفات والهيئات المنهية عنها في الصلاة تشبيك الأصابع مثل هيئة أصابع الآن أن الإنسان يشبك أصابعه يشبك أصابعه في الصلاة وهذا الله تعالى مراجع إلى كونه نوعا من راجع إلى كونه نوعا من العبث واللهو في الصلاة الذي ولا يناسب ولا يناسب وضعية الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة هل هو منه عنه خارج الصلاة؟ نقول إن كان في حكم الصلاة فهو منه عنه إن كان في حكم الصلاة فهو منه عنه ما هي الحالة التي يكون في حكم الصلاة إذا كان في انتظار الصلاة إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة لذلك لا يشبك بين أصابعي كما جاء في الحديث أن نهي عن تشبيك الأصابع للجالس منتظر الصلاة لماذا؟ لأنه في صلاة وأما إذا كان مثلا بعد الصلاة أو في خارج الصلاة أو غير وقت الصلاة ولا ينتظر الصلاة فنقول هذا من المباحات ولا إشكال إن شاء الله تعالى فيه وأما المنه عنه فأن يشبك أصابعه في الصلاة أو إذا كان في انتظار الصلاة وقد جاء في الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة لاحظوا الآن أنهي عن تشبيك بين يدين لماذا تشبيك الأصابع؟ لأنه في صلاة لاحظوا التعليل هذا لأنه في صلاة لا شك أنه إذا كان في الصلاة قائم في الصلاة ويشبك بين أصابعه لا شك أن هذا كذلك يكون أبلغ في النهي والكراهة طيب ونبهنا إذا أنه انقضت في الصلاة فالظاهر الله تعالى أنه تزول الكراهة مطلقا ويكون مباحا كما في حال غير الصلاة تماما فإنه يكون مباحا فاصل قصير ونعود لمواصلة إن شاء الله تعالى الحديث عن منهيات الصلاة ومكرغاتها اشتركوا في القناة نبي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى وتعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث عن مكروهات الصلاة ومنهياتها ومن منهيات الصلاة رفع البصر إلى السماء رفع البصر إلى السماء قد ذكرنا ما جاء من الحديث وفيه تهديد ووعيد لمن رفع بصره إلى السماء تهديد له بأن لا يعود إليه بصره أي تهديد له بأن يخطف الله سبحانه وتعالى بصره يجعله أعمى وذكرنا أن هذه الهيئة منافية للخضوع والذل لله سبحانه وتعالى مقتضى الخضوع والذل النظر إلى أسفل النظر إلى أسفل والنظر إلى أعلى فيه نوع من العلو والاستكبار فيه نوع من العلو والاستكبار للإنسان ينظر إلى أعلى الإنسان يصار ماشي أو جلس مع غيره وينظر إلى أعلى فهذا فيه نوع من استكبار عليهم ومقتضى الذلة والخضوع التي تكون لله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينظر إلى أسفل مقتضى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى فلاحظوا أن رفع البصر إلى السماء اقترن به أمر زائد على مجرد الالتفات إذن ليس هو انصراف بصر مجرد عن موضع سجوده أو عن النظر للأسفل لو كان الالتفات نظر مجرد فقط ده كان مكروها مثل الالتفات اليسير في الصلاة ولكن هذا زاد عليه بماذا بأنه انصراف عن نظر الخضوع والذل إلى ماذا إلى نظر علو واستكبار إلى نظر إلى السماء لذلك جاء النهي الشديد والوعيد الشديد فيه كما جاء في حديث أو لا تعود إليهم لانتهينا قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم أو لا تعود إليهم وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم ويجنبنا وإياكم مثل هذا النهي طيب كذلك هذا النهي لاحظوا أنه ترقى من درجة المكروه المجرد إلى درجة التحريم وهذا قول لبعض أهل العلم أنه محرم وهذا القول الحقيقي فيه وجاهها لماذا؟ للوعيد الشديد الوارد في هذا المكروه أو في هذا النهي طيب كذلك من مكروهات الصلاة كثرة الحركة والعبث في الصلاة أن الإنسان مثلا يشبك أصابعه وإنسان يفرق أصابعه وإنسان كل شيء ينظر في الساعة يعدل شماغه في الصلاة أو هكذا هذا كثرة الحركة تدل على عدم الخشوع في الصلاة لذلك سعيد المسيب رحمه الله تعالى رأى رجل يكثر الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه بالفعل وهذا من فقه السعيد رحمه الله تعالى أن الإنسان كثرة حركته في الصلاة تدل على عدم خشوع قلبه وطمأنينة قلبه وسكونه في الصلاة والله سبحانه وتعالى قد أمر بالقيام لله قانتين وقوموا لله قانتين والقنوط هو سكون وسكوت القنوط هو سكون وسكوت لذلك يشرع للإنسان أن يسكن في الصلاة وأن لا يكثر الحركة وأن لا يكثر العبث في الصلاة وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أسكنوا في الصلاة لذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الحركة الكثيرة في الصلاة التي لا تكون لحاجة حركة كثيرة أن هذه مبطلة للصلاة أن هذه تكون مبطلة ما هو ضابط الحركة الكثيرة لعلا أن إن شاء الله تعالى نتطرق له بذل الله تعالى بعد قليل لكن نحن نريد أن ننبه إلى أهمية خشوع القرارة من قلبي وسكون الجوارح في الصلاة الأمر الثاني الذي نود التنبيه له في هذا الصدد وهو أن الإنسان كيف يستجلب خشوع القلب بسكون الجوارح يعني هذه العلاقة تبادلية بين سكون الجوارح وخشوع القلب ما معنى قولنا أنها علاقة تبادلية بمعنى أنه إذا خشع القلب فإن الجوارح تسكن وكذلك إذا سكنت الجوارح فإن هذا يؤدي إلى خشوع القلب لو أن إنسان يسأل وقال كيف أستحضر الخشوع في الصلاة إذا كان قلبي والله مثلا ينصر في الصلاة أو يلتهي هنا وهنا وغافل أو لاهي أو يفكر في شيء أقول استدعي هذا بخشوع وسكون الجوارح سكن جوارحك في الصلاة انظر إلى موطن سجودك فإن هذا يستدعي خشوع القلب شيئا فشيئا إذن سكون الجوارح مستجلب لخشوع المؤثر في سكون الجوارح فهي علاقة تدور دائرية يؤثر هذا في هذا وهذا يؤثر في هذا لذلك سكون الإنسان في الصلاة لا شك أنه يجلب إليه الخشوع والطمأنينة ونظر الإنسان إلى الأسفل هذا يجلب إليه الخشوع والطمأنينة بعض الناس يقول إن إغماض العين في الصلاة يعني يزيدني خشوعا وطمأنينة نقول تغميض العينين في الصلاة العاصل أنه مكروه والإنسان ينظر إلى موضع سجوده ولكن إذا كان مثلا في موضع سجوده أو في نظره الأسفل ثم تملهي له مثلا مثل الزخارف أو الأشكال أو شيء من هذا فلما أن الإنسان في هذه الحال فقط يعني يغمض عينه لأجل أن لا ينصرف قلبه وعينه تنصرف إلى هذه الزخارف الموجودة في السجد وهذا تنبيه حقيقة دائما في المصليات والمساجد أن لا نزخرف هذه السجادات والأراضي ألا الأرض بشيء يشغل المصلين يشغل المصلين الإنسان طيب أنه يأخذ سجادة ليس فيها شيء من هذه الزخارف وتكون سجادة بشكل ساذج كذا لا تكون فيها زخارف وكذا تشغل المصلين عن صلاة طيب ما هو ضابط الحركة في الصلاة المبطلة للصلاة؟ نقول الحركة الكثيرة عرفاً لأنه لم يرد عن النبيه السلام تحديد بأنه ثلاث حركات في الصلاة أنها مبطلة أو أربع حركات في الصلاة أنها مبطلة ضابط الحركة الكثيرة عرفاً التي تشعر الناظر بأن هذا الرجل ليس في صلاة تشعر الناظر بأنه مثلاً قائم يعني تجد أن هذا الشخص مثلاً ملتفت أو ينظر يمنة ويسرى أو أنه كل شيء يعدل شماغه فالناظر إليه لا يطرى في ذن أن هذا مصلي وأن هذا فقط رجل قائم مجالس يعني يعدل شماغه أو يعبث بشماغه أو يعبث بثوبه وغير ذلك فهذا ضابط الحركة الكثيرة أن كلما كثرت الحركة أشعرت الإنسان بأنه ليس في الصلاة هذا أحد الضوابط التي قال بعضها العلم في ضابط الحركة الكثيرة ولكن نحن نقول الظاهر الله تعالى أن هذا مردها العرف إذا كانت الحركة كثيرة عرفاً فإن هذا والله تعالى يكون مبطلاً للصلاة إذا كانت الحركة قليلة فإن هذا مكروه إذا كانت الحركة قليلة في الصلاة فإن هذه حركة مكروهة وكما ذكرنا أن هذه الحركة القليلة المكروهة تزون كراهتها لأجل الحاجة وفي هذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم أمامة هي بنت رسول الله سلم زينب حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها لاحظوا أن هذا معناه حركتين في كل ركعة أو أربع حركات إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها ثم إذا سجد وضعها مرة أخرى فهذا تكون أربع حركات وإذا كان إذا ركع وإذا سجد وضعها ثم إذا قام حمل أمامة فتكون هذه حركتين في الصلاة حركة وضع حركة رفع في كل ركعة أشاهد أن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة أنه كان لحاجة فهذه الحاجة تزول بها الكراهة وهذا من الحركة اليسيرة في الصلاة هناك حركة تكون حركة مندوبة وهي الحركة التي تكون لسد فرجة في الصف إذا الإنسان كان أمامه فرجة في الصف فإن حركته لسد هذه الفرجة إن شاء الله تعالى تكون من الحركة المندوبة في الصلاة المأمور بها طيب هل هناك حركة تكون واجبة على المصلي نقول حركة الواجبة هي التي تقف عليها صحة الصلاة تقف عليها صحة الصلاة فمثلا لو أن إنسانا نبهك وقال يا أخي فرجعت إلى القبلة هذا حركة واجبة لو إنسان نبهك فقال يا أخي ترى مثلا الشماغ الذي عليك ترى وقع عليه نجاسة وذكرك بالنجاسة التي وقعت عليه وأن تسمع فإنه يجب عليك الآن أنك تأخذ الشماغ وتنزعه لأنه وقعت عليه نجاسة أولا إنسان أخبره بأن في نعله أذى مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فأنا خلع النبي صلى الله عليه في الصلاة أخبره جبريل بأن فيهما قذرا أو أذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا حركة واجبة لماذا؟ لأن صلاة الإنسان بالشيء النجس وهو يعلم أنه نجس هذا مبطل لصلاة كما ذكرنا نحن في شروط الصلاة أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة من شروط الصلاة إذا كان يعلم وأما إذا كان جاهلا فالظاهر الله تعالى أن هذا الحديث دلنا على صحة صلاة من جهل وجود نجاسة في بدنه أو ثوبه أن هذا والله تعلم صلاة صحيحة وأنه يبني على لأنه كانت الصلاة باطلة لا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إذا لاحظوا الآن هذه حركة واجبة لأنه تتوقف علي صحة الصلاة حركة مندوبة لسد فرجة لأن هذا أمر مندوب طيب حركة مباحة إذا كان ثمت حاجة لهذه الحركة مثل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه الحركة المكروهة وهي الحركة التي ليست لحاجة وفي نفس الأمر لا تصل إلى درجة الكثرة المبطلة وممكن أن نسميها حركة يسيرة عرفا فهذه لم تصل إلى حد الكثرة المبطلة وليس ثمت حاجة تنقلها إلى الباحة نقول هذه حركة مكروهة مثل عبث الإنسان بساعته بشماغه بثوبه بأي شيء في صلاته إذا كثرت هذه الحركة فالظاهر الله تعلم أن هذه الحركة تكون مبطلة للصلاة لأنها منافية للسكون في الصلاة والقنوط فيها إذن هذا تفصيل الحركة لذلك الحركة يمكن أن نجعلها في المنهيات التي هي في درجة المكروه ويمكن أن نجعلها في المنهيات التي هي في درجة إبطال الصلاة لأنها مترددة بينهم كذلك من المنهيات في الصلاة الصلاة بحظرة طعام إذا كان الإنسان جائع ويشتهي الطعام وحضر الطعام قبل الصلاة وليس متعمداً لحضوره هو إحضار وقت إقامة الصلاة فالإنسان يأكل الطعام لأجل أن يفرغ قلبه للصلاة كذلك ينهى الإنسان عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين يدافع البول أو الغائط لماذا نهي الإنسان عن الصلاة في حال المدافعة مدافعة الأخبثين لماذا؟ لأنه في حال المدافعة يكون مشغول إذا كانت طبعاً هذه إذا كانت حالة الإنسان يكون في حال مدافعة شديدة فلا يخشع في صلاته ومن فقه الرجل أن الإنسان يحضر قلبه في الصلاة ويبتعد عما يشغل قلبه في صلاته فلذلك يتهيأ قبل الصلاة مثلاً بدخول الحمام والاستنجاء بحيث أنه يفرغ قلبه للصلاة ويستعد يتهيأ للصلاة يأكل طعام إذا كان جائع قبل الصلاة بحيث أنه يتهيأ قلبه للصلاة لا يجلس الإنسان يفكر في صلاته في الطعام أو يكون مشغولاً بمدافعة الأخبثين هذا من فقه الرجل أن يستعد لصلاته بحيث يتهيأ له من أسباب الخشوع في صلاته في الحقيقة أيها الأخوة أيها الأخوات إذا نظرنا إلى ضعف قلوبنا وضعف إيماننا نجد أنه أدنى ما يصرف الإنسان عن خشوعه وأدنى ما يصرف القلب عن الصلاة من أدنى لشي لذلك حقيقة من تمام فقهنا جميعاً أننا نتهيأ أننا ننظر في ضعف قلوبنا وأدنى ما يصرف أن الإنسان يتهيأ لصلاته بأن يصرف الشواغل التي تشغل قلب الإنسان عن الصلاة نقف عند هذا القدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه